أبوه بقى بعته الكتاب قعد عشر سنين حفظ وهو عنده عشر سنين حفظ بقى إنا دلوقتي 1926 وعشرين بعد 16 وعشر سنين يبقى 26 عند شيخ يعني كان راجل جليل ومحفظ متقن وكمان يعرف الأحكام اسمه الشيخ محمود أبو زيت في قليو يعني الدنيا كانت مليانة وكانت الكتاتيب بتقوم بدور كبير جدا في تلاوة في مصر في إنشاء دولة التلاوة اللي احنا بنتكلم عليه لازم زي ما قلنا في حفظ في تثبيت أو تتبيت وبعدين في أحكام وبعدين في قراءات راح درس القراءات على واحد كان اسمه الشيخ صالح يكتبوها ويقولوا البزرجي بس هو اليازرجي من اليازرجة واليازرجة دي حاجة فلكية يعملوها ومنسوب إليها اليازرجي الشيخ صالح اليازرجي ده كان من كبار علماء القراءات واعلمه وأعجب به برضو وابتدى يدفعه إلى الانتشار أكتر احنا دلوقتي بنتكلم في العقد التاني من حياته من عشر إلى عشرين ودخلين دلوقتي على ستة وتلاتين وكده لأنه يبقى عنده عشرين سنة اتعلم القراءات ونزل القاهرة واتصل حينئذ بالناس المتصدرين بقى في الموسيقى ودرس الموسيقى درس الموسيقى على أصولها يعني راح المعهد وقابل الأسدزة كان عنده صدقات وزيارات وتعليمات من محمد عبد الوهاب يعني هو كان عز يبقى مطرب ولا يبقى قارئ أو مجد أساساً أساساً هو عايز يتعلم المزيقى على شان القرآن لكن صوته رهيب وودنه أرهب فهو لما درس الموسيقى أحبها من معاه محمد عبد المطلب لازم محمد عبد الوهاب لازم برم التونسي برم التونسي كان في أول حياته يعني ناسي نفسه شوية وما كانش يعني وبعدين تصوف وراح حج وراح كتب بقى الرائعة بتاعته اللي هي مكة وفيها جبال نور اللي هو يقول فيها ناداني لبيته لحد ببيته شوف الجو ده محمد عبد الوهاب ابن سيد الشعراني محمد عبد المطلب ابن سيدنا الحسين برم التونسي يعني راجعة إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي بقى بالحاجة اللي هي كان شوق يقول أخافه على العربية من برم لأنه الكلام بتاعه سهل كل الناس ده هي وغيرهم محمد فريد السنديوني اللي هو حقيقته عبد العظيم حسن يعني كان بيصاحبهم ويدرس ودرس المزيجة الكواسة جينا بقى في سنة تسعة وتلاتين الزعفة فتحت اربعة وتلاتين اربعة وتلاتين ده يبقى عنده كم سنة عنده طمانتشر سنة لسه مخلص جاه بعد خمس سنوات يبقى بقى عنده تلاتة وعشرين كبر بقى وبقى راجل فراح يبقى راح يتقدم للإزاعة كمطرب كمطرب في البلاي اللي هي انت بتظهر عليه هذه كمطرب والإزاعة هنا القاهرة بتاعة أحمد سالم الله يرحمه هنا القاهرة والمطرب تسمعون تستمعون إلى المطرب محمد فريد السنديوني بعد شهرين هنا القاهرة تستمعون إلى تلاوة مباركة من فضيلة شيخ محمد فريد السنديوني حصل تحول بعد شهرين